السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأعطيكم إن شاء الله في هذه الحلقة على قناتكم من نبي الكستان ثلاث أسباب رئيسية مهمة جداً للدخول في عملة الضوغ كوين وأنتم تعرفون الضوغ كوين قبل البداية والدخول إلى هذه الأسباب لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زراء الجرس لكي تتوصل دائماً بالجديد فسبسكرايب واشتراك ولايك مجانية لن تديلك أي وقت لن تديلك أي أموال لكن ستدعمنا لتقديم المزيد والمزيد إن شاء الله خليكم معنا مرحبا بكم أعزائي مجدداً في هذه الحلقة المتميزة فأول شيء لنبدأ به وقبل الدخول إلى أهم الأسباب التي دخلتني في الاستثمار في عملة الضوغ كوين العديد من الأشخاص لا يعرفون ما هي عملة الضوغ كوين هي بصراحة عملة رقمية أطلقت كمزحة فقط كمزحة فقط مازحين اخترعها مهندس البرمجيات شخص يسمى بيلي ماركوس وشخص أيضاً يسمى جاكسون طالمر قرر إنشاء نظام دفع فوري وممتع وخالي من الرسوم المصرفية التقليدية هذه أهم الأشياء الجميلة التي فعلوها في العملة ويعني أساسيات العملة وكما تعرفون الضوغ كوين أو عملة الضوغ كوين في شعارها موجود لوجه كلب وهذا الذي يعطيها شهرة كبيرة فهذه كانت أساسيات عملة الضوغ كوين ومن أسسها ولماذا أسسها فقط كمزحة كانت بين بعض المهندسين الأصدقاء فسنتكلم الآن بإذن الله إلى ما هي العوامل والأشياء المهمة والقوية التي دفعتني للاستثمار في عملة الضوغ كوين أول شيء الذي حفزني وحفز الجميع أو عديد من المستثمين هو دعم الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا وسبيس إكس وهو أغنى رجل في العالم بها مش سريع النمو دعمه مرارا وتكرارا لعملة الضوغ كوين ونحن نتذكر الدعم الكبير الذي دعمها حيث صعدت عملة الضوغ كوين هذه عملة الميم إلى المراكز العشرة الأولى للعملات الرقمية من حيث القيمة أصبحت تتمركز بين أفضل عشر عملات رقمية في الكوين مركيت كاب وإلى حدود هذه الحلقة إلى حدود هذا الفيديو ما زال إيلون ماسك يدعم ويدافع عن عملة الضوغ كوين هذا سبب مهم وقوي جدا للدخول أيضا واتقى في عملة الضوغ كوين هذا هو السبب الأول بصراحة لكي أكون معكم صريح الذي خلاني لكي أقوم بالدخول في عملة الضوغ كوين السبب الثاني الرئيسي أيضا والمهم هو السرعة والتكلفة التي تتميز بها عملة الضوغ كوين فتتميز بمعاملات سريعة جدا ورسوم منخفضة هذا الشيء الأهم أيضا الذي حفزني جدا للدخول في عملة الضوغ كوين فعندما تكون السرعة سريعة جدا والتكلفة منخفضة في معاملات الضوغ كوين هذا يعطيها دعما قويا وأيضا يعطيها تقل المستثمين لكي يحطوا أو يقوموا بالاستثمار في الضوغ كوين بدون أي مشاكل ويحققون أرباحا جميلة من عملة الضوغ كوين هذا التميز الذي أعطاه لعملات الضوغ كوين في السرعة والتكلفة بصراحة قليل جدا ما تملكه بعض العملات الرقمية الأخرى الشيء الثالث المهم جدا أيضا الذي حفزني بشكل كبير هو المجتمع والكامينيتي التي تتوفر عليها الضوغ كوين وهي أحد أهم مميزات عملة الضوغ كوين أن لها مشمع نشط يقدر بالملايين أيضا لديها أكثر من 100 ألف عضو في منصة الريديت وأنتم تعرفونها الريديت جيدا فهذا من بين أهم الأسباب التي تدفع أي شخص ليس أنا فقط أي مستثمر يعرف خبايا الكريبتو في الدخول لعملات الضوغ كوين عملة الميم الشهيرة الشيء الرابع أيضا الذي أعجبني والله العظيم على غرار العملة الرقمية هي الأعمال الخيرية التي تقوم أو يقوم بها مجتمع عملة الضوغ كوين فأنا أتابع هذه العملة أتابعها بشكل ليس كبير جدا لكن بشكل مهم جدا فالعملة دائما أو مجتمع العملة دائما ما يساهم في العديد من الأعمال الخيرية مثلا مؤخرا جمع مبلغ 25 ألف دولار للفريق الجمايكي ليتمكن من المشاركة في أولمبياد 2014 كما تعاون مع أحد الجمعيات لتوصل المياه النظيفة للآلاف من الناس في كينيا وما زال الآن يعملون أعمال خيرية بالخصوص في أفريقيا جنوب الصحراء وأيضا بعض الدول المنكوبة فهذا عندما ترى مثل هذه الأشياء بدون تأكيد إذا كنت مهتم بسوق الكريبتو سوف تقوم بالدخول أيضا المساهمة في عملة الضوغ كوين على غرار أنك تربح فقط من أجل هذه المساهمات الخيرية ومن منها لا يحب المساهمات الخيرية الشيء الأخير يا عزيزي المشاهد الذي أيضا عجبني بشكل جميل في عملة الضوغ كوين هو أنها قابلة للتعدين فهذه العملة تعمل بخوارزمية إثبات العمل وصبقها وشرحنا موضوع كيفية تعدين عملة الضوغ كوين وكيفية الربح منها فعندما ترى العملة قابلة للتعدين هذا يعطيها متسع من الأرباح بإذن الله وأيضا متسع من الداعمين لعملة الضوغ كوين فهذه كانت أهم الأسباب والمميزات التي دفعتني بشكل كبير للدخول في عملة الضوغ كوين عملة الميم الشهيرة والتي بإذن الله أتوقع لها ارتفاعات جيدة خصوصا مع تعافي السوق نحن الآن يا عزيزي في البير ماركت ما زلنا في البير ماركت لكن إن شاء الله نتمنى أن ينتهي هذا البير ماركت وندخل إلى البول ماركت إلى الربح إلى الارتفاعات إلى الأسواق الخضراء بإذن الله والله أنا أرى هذا الشيء أمام عينني قريبا بإذن الله أنا أقول ما زال هناك هبوط في البيتكوين لكن الفرج قادم إن شاء الله والبيتكوين سيتعافى السوق سيتعافى الضوغ كوين ستحقق أرباحا جميلة تصر الناظرين بإذن الله إذا كانت لديكم أي استفسارات غير الدوغ كوين أي عملة أخرى توليدونني أن أقوم بتحليلها أن أقوم بإعطاء رأيي فيها واتركها لنا في تعليق أسفل هذا الفيديو أنا إن شاء الله أقوم بالإجابة على جميع تعليقكم وستقوم بالرط على جميع تعليقكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته